في هذه الحالة قناتك هتروح منك ومش هتقدر ان انت ترجحها خليني كده وضح لك زي ما انت شايف كده دي قناة قناة اطفال عليها 121 الف مشترك القناة دي خلاص كده مفيش راجعة فيها والقناة الثانية دي قناة قرآن عليها 165 الف مشترك وبرضو القناة دي خلاص مفيش راجعة فيها ده بايه الخطأ اللي عملوه اصحاب هذه القنوات الفيديو ده مهم جدا جدا لأي حد عنده قناة على اليوتيوب او عنده حساب جميل سواء كانت ان قناة كبيرة او قناة صغيرة انصحك بمشاهدة هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب قنوات الشروحات بتقدم نصائح للنهار وبتقولك تعمل ايه وتخلي ايه كمحتوى تعليمي بينصحك وبيقدم لك المعلومة بشكل مجاني على اليوتيوب وانت برضو كصاحب قناة مركز فقط على اللي هو الفيديوهات اللي هي لزاية المشاهدات فيديوهات لزاية المشتركين لزاية الارباح ومش بتسمع اي حاجة غير ديات لو انت شفت قدامك فيديو كده مش بتشوفه اصلا فاتعلم وشاهد مجانا علشان لا تفقد قناتك الى الابد وتضطر ان انت تعمل قناة اخرى وموضوع ان انت تفقد قناتك ده موضوع كبير جدا مش هيعرفه غير الانسان اللي اتعرض ليه لان ده تعب سنوات وصهر وعمل فيديوهات ومنتاج فان موضوع صعب جدا جدا خلينا اوضح لك الامر بشكل عملي طبعا انتو عارفين ان احنا بنرجع القنوات المحقرة يعني انت لو قناتك اتعرضت التحكير بتتواصل معنا من خلال رقم الواتس اللي موجود في وصف هذا الفيديو وموجود في وصف القناة لو انت منتش عارف ان انت ترجع قناتك لو انت عارف انطلق مش عارف تواصل معنا قناة اللي قدامك دي قناة مخصصة للأطفال محتوى أطفال عليها 121 الف مشترك اتعرضت للتحكير عادي ما احنا بنرجع القنوات المحقرة صحي كده والقناة الثانية هي قناة مختصة بالقرآن قناة محتوى محترم عليها 165 الف مشترك ايضا اتعرضت للتحكير عادي ما احنا بنرجع القنوات المحقرة صح ولا ايه طيب شوف الايميل اللي قدامك ده كده ده ايميل نهائي يعني بعد اجراءات واشي احنا عملناها كتير جدا الايميل ده اللي هو خاص بقناة القرآن بيقولك ان انت خلاص قناتك كده مش هنقدر ان احنا نرجح ده اخر رسالة جاية مفيش قناة خلاص بيقولك ان انت ابدأ ان انت يدخل اعمل قناة جديدة وارفع عليها فيديوهات من جديد قناتك شكرا اتجمدت والقناة اللي هي محتوها اطفال نفس الكلام نفس الرسالة زي ما انتم شايفين كده قدامكم خلاص صاحبة القناة دي احنا اشتغلنا معها اكثر من شهر والقناة بتاعة القرآن نفس الكلام القناتين دول خلاص كده مفيش راجعة فيهم واحنا رجعنا في الفترة دي قانوات كتيرة لكن القناتين دول وقفوا معانا خلاص كده الحمد لله قناتك معاك وقناتك لم تخترق لم تهكر غير مسروقة معاك وتم التمام فقول الحمد لله طيب من دلوقتي من الان لو انت يعني يعني جيه الفيديو ده قدامك بشكل كده ايه عشوائي ام او انت متابعنا حتى قبل كده في معلومات مهمة جدا لازم تكون موجودة معاك لازم لو المعلومات ديت غير صحيحة او انت مش كاتبها معاك في ورقة وعينها معاك محدش قد رجع قناتك ولا انت ولا غيرك خلينا اقول لك ان انت لو انت لسته على دراية بموضوع استرجاع القناة بلاش ان انت ترجعها بنفسك روح لحد يكون عنده خبرة ويكون عنده تجارب في استرجاع القناة مش اي حد وخلاص روح له بتاعش روحات تمام كده وتقول له خد رجع لي قناتي او اي حد عادي عنده قناة عادية لا لازم الشخص يكون انت عارف انه عنده تجارب لان خلينا اقول لك ان انت لو قناتك تم رفضها من قبل فريق دعم اليوتيوب محدش يقدر رجعها لك بعدها يكون امر صعب جدا لانه بيكون مسجلة في الهيستوري عند اليوتيوب ان القناة دي تم رفضها خلاص لاسباب معينة وتم ارسال الاسباب دي على الايميل للي الشخص اللي كان بيتواصل مع فريق دعم اليوتيوب وبالتالي وقتها شكرا كده ممكن انت تكون السبب في ان انت تضيح قناتك بنفسك انت كصاحب القناة او انت كلمت شخص معين ضيح قناتك طيب سواء ان انت بقى هترجع قناتك بنفسك لو اتعرضت للسرقة والتهكير او ان انت هتتواصل معنا او ان انت هتتواصل مع اي حد المهم ان انت كصاحب قناة لازم يكون في بيانات موجودة عندك واستحملني في هذا الفيديو ويكملو للنهاية وراء او قلم واكتب ورايا اول حاجة حسابي جميل سواء كان انه عليه قناة ولا معلوهش قناة لازم يكون متأمن بكل وسائل الامان المتاح كل وسائل الامان الموجودة لازم تكون مؤمنوا بيها لما تدخل كده من الموبايل على ادارة حسابك على جوجل او تدخل من خلال اللابتوب او الكوميوتر وعندنا فيديو شرحناه اسمه انشاء حساب جميل شوف الفيديو ده هيكون موجود اهم الفيديوات اللي انا بتكلم فيها تكون موجودة في وصف الفيديو في تعليق المثبت ولو انت تبحث في القناة هتلاقي كل اللي انت عايزه طيب لازم الايميل بتاعك يكون متأمن بالتحكم بخطوطين لازم يكون تم اضافة رقم هاتف فيه تكون ضيف رقم هاتف كاسترداد للاميل بريد الاسترداد اللي هو البريد الاحتياطي لازم يكون موجود وكمان يكون مفعل نشط لازم ان انت تدخل ايميل عندك اخر تأمن به اللي هو كاسترداد لاميل القناة او الاميل اللي انت شغال به يعني اي ايميل عندك سواء كان عليه قناة ولا ما عليهوش لازم يكون له ايميل استرداد لازم تكون فيه كل الوسائل الامان دهيت والرموز الاحتياطية لازم يكون فيه عندك رموز الاحتياطية لو انت اتعمل خروج لجهازك للايميل بتاعك او لقناتك طلب منك اثبات دخول جهازك اه اتفارمط اي حاجة هتقدر ترجعه قناتك تسرقت تتهكرت ها تمام هتقدر انت ترجع الكلام ده ولكن لازم الحاجات دي تكون كلها موجودة خلاص احنا خلاص عدينا المرحلة دي وقمنها بكل وسائل الامان شكرا شكرا ليه جدا لازم البيانات دي تكون موجودة معك ايه هي يكون معك معرف القناة الكلام اللي انا بقوله ده هتلاقي له شرحات في وصف الفيديو وفي تعليقه المثبت علشان لا اعيد هذا الكلام كثيرا لازم يكون معك رابط القناة معرف القناة ايميل القناة رقم سري ايميل القناة رقم هاتف التحقق بخطوطين اللي انت استخدمت وانت بتنشئ حساب الجميل تاريخ عمل التحقق بخطوطين لما تدخل كده على الامانة تلاقي مكتوب كده تاريخ التحقق بخطوطين العنوان اللي انت كنت ساكن فيه عندما انشأت حساب الجميل العنوان ده يكون مكتوب كده بشكل تسلسلي الدولة لو احنا مثلا واحد عايش في طنطة في مصر يبقى منكتب كده مصر طنطة بعد كده المكان اللي في طنطة يعني العنوان اللي يوصل لغاية عتبة بيتك العتبة عارفين العتبة اللي هو لغاية باب البيت تمام كده ما تقوليش مصر وخلاص طنطة لا مصر طنطة كذا 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 العنوان يوصل لغاية البيت بالضبط يكون معاك لو انت انتقلت لمكان اخر وعشت في مكان اخر لازم يكون معاك هذا برضو العنوان وانتقلت امتى كل البيانات دي بتفيدك رابط اخر فيديو رفعته على قناتك لذلك اي فيديو ترفعه على قناتك خذ الرابط خليه معاك علشان هتحتاجه علشان لو قناتك زي ما انت شايف كده قدامك دلوقتي القناة ديها اللي هي خاصة بالقرآن لقد ازلنا قناتك لانها خالفة ارشادات المنتدى بسبب ان الهاكر رفع عليها فيديوهات مخالفة لاشياء بيتكوين وعمل بث مباشر واشياء فتم ازالة القناة انت مش هتقدر ان انت تدخل تشوف اخر فيديو انت رفعته على قناتك فلازم يكون معك الرابط فاي فيديو ترفعه وخده الرابط حطه يعني المفترض يكون عندك اصلا قناة على التليجرام بتحط فيها الروابط بتنشره على صفحة الفيسبوك منشئ المحتوى لازم يكون عنده وسيلة اخرى حتى لو قناتك تهكرت او تسرقت يكون عندك مكان تقول للنس في ان قنات تهكرت هتقول لهم ازاي هتوقع تكلم كل واحد يكون عندك قناة على التليجرام يعمل لك قناة على التليجرام وشرحنا في فيديو ازاي تنشئ قناة على التليجرام اعمل قناة على التليجرام وابدأ ان انت انشر الرابط بتاعها عندك على قناتك اي فيديو ترفعه تبدأ تاخد الرابط وتحطه هناك وكمان انت عارفين موضوع الربح من التليجرام تم تفعيله فهتستفد من هذا الامر فبالتالي يكون معك الرابط اخر فيديو وانت رشرته على قناتك اسماء الاجهزة اللي انت استخدمتها وسجلت عليها دخول للإيميل اللي هو المثل اللي هو منتكلم على قناة مهكرة أو مسلوقة أو عندك أي إيميل أي إيميل عندك لازم أن انت تكون عارف فتحت الإيميل ده على كم موبايل هذا موبايل مثلا موبايل تاني موبايل تالت على جهاز كمبيوتر على لابتوب تكون مسجل عندك اسم الجهاز باللغة الإنجليزية تجيبه كده من إعدادات الموبايل حول الهاتف أباوت فون لو من موبايل مثلا وتبدأ أن انت تكتب عندك كده مثلا جهاز آيفون 14 برو ماكس آيفون 14 برو ماكس ده الجهاز اللي سجلت على دخولي هذا الإيميل وتحت منه الإيميل الخاص بالجهاز لازم أن انت يكون معك الإيميل ومعك اسم الجهاز أكتب كده عندي إيميل القناة كلمة السر رقم هادف التحق بخطوطين الإيميل المستخدم للإسردات هذا الإيميل رابط القناة معرف القناة العنوان الذي سجلت فيه دخول العنوان الذي انتقلت فيه إن وجد فهميني إزاي؟ الحاجة دي كل الكلام أكتبها معاك اسم الأسماء لأجهزة التي سجلت عليها دخول لهذا الإيميل الإيميل الخاص بكل جهاز تحت منه اسم الجهاز وتحت منه الإيميل ده لو قناتك غير مفعلة أو مفعلة أو أي شيء طيب قناتك مفعلة يكون عندك إيميل أدسنس وينصح إن إيميل أدسنس يكون مختلف عن إيميل القناة لو أنت لسه ما عملتوش يعني لو قناتك غير مفعلة اعمل الكلام ده فإيميل أدسنس هو إيش؟ معرف أدسنس طبعاً لو أنت أدسنس بتاعك معمول بنفس إيميل القناة أو تم سرقته أو أن أنت أصلاً حساب الجيميل تسرق بتاع القناة وبالتالي كان بنفس إيميل أدسنس فأنت مش تعرف تدخل على إيميل أدسنس مش تعرف تدخل أصلاً على أدسنس يكون عندك صورة من قناتك تاخد سكرين كده من قناتك وتبدأ تخليها عندك لو فيه هاكر خط قناتك أول ما تشوفه خط قناتك تعمل إيه؟ لو عمل بث مباشر أو رفع فيديوهات تاخد روابط الفيديوهات دية وتخليها عندك وتاخد الـ ID الخاص بكل فيديو كل الحاجات دي تخليها عندك لأنها تحتاجها الراجل عمل بث مباشر سيب وعمل بث مباشر وبش أي مشكلة خالص ما تخافش قناتك هترجع ما بش أي مشكلة لو أنت شغال زم أنا بقولك كده هتبدأ تاخد الحاجات دي تروح جاه على طول داخل عليه واخد رابط الإيه؟ رابط البث المباشر أو رابط الفيديوهات اللي هو رفعها تمام؟ كده وتكتب عندك تروح حدوطها عندك كده على الموبايل ولا على اللابتوب ولا الكمبيوتر تقول دي تروح حدوطها عندك مهمة جدا جدا مع المعرف أو مع الـ ID بتاع الفيديو في حاجة اسمها الـ ID بتاع الفيديو والرابط كمان كمان أنت خليه معك برضو كل ما يكون معاك المعلومات ديت بشكل صح كل ما يكون الأمر سهل بأن أنت تسترجع قناتك لو مؤكرة في بعض المعلومات ديت ممكن تكون خطأ والموضوع يعدي عادي وممكن ما تعديش الحساب البنكي اللي أنت مستخدمه في إيميل أدسانس لاستلام الدفعات يكون معاك عارفه هو إيه الحساب ده رقم الحساب موجود معاك علشان مرضو أحيانا بيتطلب اللي أنا بقولك عليه ده ممكن ما تحتاجوش كله في قناتك لو تهكرت أو تسرقت لقدر الله لكن أنت وحظك أحيانا بيطلب أي معلومة في أي وقت اليوتيوب وجوجل أحيانا بيطلب معلومة في أي وقت تكون أنت جاهز لأي شيء التوتر ده يضيع قناتك لازم الهدوء لو أنت قناتك اتهكرت لأن أنت كده بتضيع قناتك بنفسك أقسم لك يا صاحب قناة وأنت لا تدري بهذا الأمر أول ما حد قناته يتحكر يعمل إيه روح يدخل على المنتدى المساعدة بسرعة دخل على المنتدى المساعدة أنا قنات هكرت والله لا عزيم قناتة هكرت وعندي الإثبات يا عمو أنت بتكلم مين مين اللي هيرد عليك أصلا على المنتدى المساعدة معلش مين اللي هيرد عليك على المنتدى المساعدة ناس عادية موجودة هي اللي بترد على الناس مش ناس موجودة في اليوتيوب أو في دعم اليوتيوب أو في دعم جوجل ناس عادية جدا موجودة ممكن يكونوا عندهم خبرة لو أنت بقى صدفت أن أنت كتبت وحد رد عليك عنده خبرة هيوجهك صح لكن أنا بشوف الردود بتاعتهم معظمها اللي هو يقول لك إيه حضطت لك رابط يقول لك اه ادخل على الرابط ده ولا يعمل لك شيء الرابط رابط مقالة يقول لك استرجاع حسابك واصلا الهكر خد الحساب اساسا وغير كل البيانات وحط فلاشة امان كمان مم فبالتالي لازم ان انت تبقى عارفة تعمل ايه ويكون عندك هدوء عادي جدا قناتك تسرقت او تهكرت عادي جدا ما تضايحاش بنفسك بقى ما انت شعرت بتعمل ايه ما دخلش تعلم في قناتك القنوات اللي بتتعبنا هي القنوات اللي اصحابها اصلا حاولوا وعملوا محاولات يدخل على تويتر يكلم فريق الدعم ويدخل على منتدر المساعدة ولما فريق الدعم يرسل لهم مش عارفين يقولوا ايه انا بشوف عندي لما في قنوات بيتم تحكيرها بيقول لي انا تواصلت مع دعم اليوتيوب مثلا بقول له اديني الايميل انت تواصلت بيه بشوف الرسال اللي هو كاتبها عارفين ازاي والله العظيم دي قناتي والله العظيم شوف ده الدرع اللي انا باخده هوت كمان يثبت ان دي قناتي يا عم انت بتكلم بتكلم جزء عمتك بتكلم مين يا ابن انت بتكلم فريق دعم يعني اللي هو الكلمة بحساب الكلمة بحساب بتكلم ناس يعني جدا فريق الدعم الداخلي يعني انت مش بتكلم حد يعني مش بقول لك على الناس اللي هم بيردوا على المحادسة لما انت تكلم محادسة مباشرة اه واشياء زي كده اللي هو فقط بياخد منك المعلومات يديها الفريق الدعم الداخلي فريق الدعم الداخلي قوي جدا بتاع جوجل وديتيوب فتقعد تقول له والله العظيم كزا انا بشوف الناس كاتبة كده. بشوف الايميلات والله العظيم دي قناتي. واتلاقي مثلا اليوتيوب او جوجل ما ردوش عليه بسرعة كاتب لهم ايه? انتم ما ردوش ليه? ما ردوش ليه? ده انا بعتلكم كل البيانات مش عارف ما ردوش ليه ما عملتوش ليه? انت بتكلم مين? كده بتضيع قناتك بنفسك. وانت عارفين الخطوات اللي تسترجع بها القناة عشان تعمل كده? ويجي له بقى يرد عليه يقول له مثلا خد اعمل كزا? والله انا عملته وما نفحش. انتم مش معنى لما انا بعمل بينفع. مش معنى انت باخد انا بقى الايميل بتاعك ده وبعمل وبكمل عليه بينفع. فلازم ان انت تكون في تأني كده وفي صبر وتكون عارف انت بتعمل ايه. وترد على قدر المعلومة. ترد على قدر السؤال فقط. بيقول لك اعطيني رقم موبايلك اللي انت كنت مستخدمه اللي هو اخره اربع ارقام منه. اعطيني اخر اربع ارقام منه وتدي له اخر اربع ارقام منه. ما تقولش لا بيقول لك هاتلي اخر اربع ارقام من رقم هاتفك المستخدم كتحقق بخطوطين في ايميل القناة مثلا. تيجي انت تقول له ايه? والله يا بس سالة كنت شاري غسالة من ثلاث سنوات. ايش دخل الغسالة برقم الموبايل اللي هو بيسألك عنه? فياريت يا جماعة بالله عليكم نركز شوية عشان مش نضايح قناتك بنفسك. ولازم الامان زي ما انا وضحته كده لازم يكون عندك كل وسائل الامان من دلوقتي. اول ما فريق الدعم بياخد منك المعلومات بتعمل النموذج وبتعمل الاشياء دي كلها. بيبدأ ان هو يرسلها الفريق الدعم الداخلي اللي هو بات خاص بجوجل. فريق الدعم الداخلي الخاص بجوجل بيبدأ ان هو يطلب منك بعض الاشياء التانية. لو طلب منك اشياء وانت في معلومة خطأ او اي شيء زي كده. لو رد عليك وقال لك ان احنا لم نتأكد ان انت صاحب الحساب او معلوماتك فيها مش هي المعلومات بتاعت الحساب. ساعتها كده مضابقة صعبة جدا. بنبدأ ان احنا نلجأ ان احنا نغير القناة على ايميل اخر. وبتمشي معنا كتير احيانا. يعني كتير قنوات احنا حولناها على ايميل اخر. ولكن في قنوات تانية فشلت معنا زي القناتين دول كده. قنوات اصحابها شغلين عليها. ودخل فلوس شهرية. وقنوات اصحابها سهروا عليها. ومع ذلك كده القنوات دي شكرا. نتيجة ايه? نتيجة ان محدش بيسمع الكلام? محدش بيخزن المعلومات دي عنده بيكتبها عنده. يا جماعة ارجوكم اليوتيوب ليس فقط رفع فيديوهات ومشاهدة فيديوهات فيها تضليل وليس لها اي قيمة ليك. النجاح على اليوتيوب وعلى سوشال ميديا المفترض هو محتوى. منتاج بتختار محتوى كويس بتعمل منتاج. بتبدأ تشوف المشاهد عايز ايه? بتطبق سيول اليوتيوب وتعمل وصف كويس وصورة مصغرة قوية وتبدأ ان انت تشتغل على قناتك وتشوف المشاهد مركز على ايه? وتبدأ ان انت تعمل له فيديوهات. هو ده يا جماعة النجاح على اليوتيوب. وليس ان كل يوم تلاقي الناس عاملة فيديوهات زيادة المشاهدات زيادة المشاهدات. ابا انا عاملك فيديو وكاتب لك عليه زيادة المشاهدات وأنا الفيديو بتاعي نفسه مش معدي الفين مشاهدة او الف وخمسونة مشاهدة. هل يعقل يا جماعة? وتلاقيه الناس دخليلي تحت الفيديو كتبينلي ايه? كتبينلي اه يا مبدع. اه والله ده انت كلامك صح. طب انت انا الفيديو بتاعي نفسي مجابش مشاهدات اصلا. وانا كاتب لك عليه زيادة المشاهدات فوق. طب الفيديو بتاعي جاب مشاهدات. جاب عشان كاتب لك الكلام ده فوق. كاتب لك زيادة المشاهدات والارباح وعمل لك دولارات كده بايدي. يا جماعة نفكر شوية. يعني مش لازم ان انا كل يوم اعمل لك فيديو اكتب لك عليه لازم انا اضليلك يعني عشان تشاهد انت نفسك دلوقتي لو قناة اكلات ولا قناة بتنجان وطلحت عمالتي فيديو كتبت عليه قبدي من اليوتيوب او لزيلة المشاهدات يعمل كزا وتجربتي في زيلة المشاهدات اه قبل الفيديو بتاعك دا يجيب مشاهدات ممكن فيديو التانية كلها جايبها خمسين مئة مشاهدة الفيديو دا هيجيب مشاهدات. يجيب مشاهدات ليه? عشان انت اكدبوا عليه عشان التضليل اللي انت عملته. النجاح اليوتيوب قلت لك عليه هو محتوى. تختار محتوى كويس انت بتحبه عشان تبدح فيه. مم? تمام كده? والت شوف المشاهد عايز ايه? وتطبق الاستهداف اللي هو الاس اي او. هتقول لي احنا ازا قدت انت مامسك يا بيشواندس بنعمل ده بيجيش مشاهدات عندك. اقول لك عشان المحتوى تعليم محدش بيهتم بيه. انا مش بضلل. لو انا بضلل هجيب مشاهدات وسهل جدا بالنسبة لي. انا بعمل فيديوهات ابتزاز الكتروني وحاجات. الفيديوهات ديت انا عارف انها مش اجيب مشاهدات لان اللي بيشاهدها فقط اللي اتعرض للمصيبة. وبيدخل يكتبلي تحت الفيديوهات ودخل وقلبه كافة تعليقات ده كاتبة. ياريتنا كنا شفنا الفيديو ده قبل ما نتعرض للابتزاز. بقول له معلش ما انت مش بتشاهد ولا بتتعلم غير لما تقع في المصيبة. كل واحد حر. كل واحد حر يا جماعة. تمام? فابدأوا ان انتوا تشتغلوا صح على اليوتيوب. واليوتيوب فيه ارباح وكل شيء. لكن ان انت لازم تكون مأمن نفسك. واحنا في هذه الفترة او في هذا الزمن لازم ان احنا نضع في اعتبارنا الموضوع التحكير والابتزاز والسرقة اه والاختراق اصبح صعب جدا جدا ومنتشر جدا جدا كل يوم. فبالتالي لازم ان انت تأمن نفسك وتتعلم وتثقف نفسك في هذا المجال جدا جدا جدا. مشاهدتك للفيديوهات تعليمية تفيدك او مشاهدتك لاشياء تضليل ده قرارك انت. منشئ المحتوى انا لألومه. هو يعمل له عايزه سواء انا او غيري. ولكن بكلمك انت كمشاهد لو انت وصلت معي لهذا الفيديو للنهاية. متخليش حد يتحك عليك. وحد يضيع وقتك. تحياتي ليكم واسف على الاطالة. فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعريق المثبت تفيدك على سوشيال ميديا. مع السلامة. شكرا.